وصلت القوات المسلحة جهودها في مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية والتي تمثل 22% من إجمالية مساحة مصر وتمكنت القوات المسلحة من إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وزخائر خلال السنوات الماضية مما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة بالمناطق التي تم إزالة تلك المخلفات منها والتي عادت على الدولة المصرية بالنفع في مختلف المجالات يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الآمن بكافة ربوع الدولة المصرية مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعظيم الاستفادة من كافة المناطق التي تصلح لإقامة التجمعات العمرانية والمشروعات القومية عليها